الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عندما يتحدث الجن من داخل المريض هل يتحدث بصوت المريض أم بصوت آخر يعني دائما يقال أن يتلبس الرجل جنية والعكس صحيح كلها تحدث كلها تحدث أحيانا يتكلم بصوت رجل أحيانا يتكلم بصوت مرأة أحيانا يتكلم بصوت طفل أحيانا ينبح مثل الكلب أحيانا يناحق مثل الحمار والعياذ بالله يعني كل هذه المسائل التي ذكرتها نعم تحدث يعني في التقرير كان في قطع قماش تقول لنا يعني أخرجتها من طفلة صغيرة أيضا لديك قصص كثيرة أنا لم أخرجها نعم أنا لم أخرجها نعم هي خرجت بنفسها نعم نعم يعني أشرحنا الفكرة نعم الفكرة يا عزيزي أنا ممكن يعني أخليك تطلع على هذا الشيء نعم نعم كله وقلنا لهم بأن هذا يخرج من رحم أو من فرج امرأة طبيعية متزوجة لا يصدق ذلك فكيف بنا عندما تكون هذه الفتاة بكر وعندما يكون عمرها في سن الزهور يعني 14 سنة أو 13 سنة ويخرج منها هذا يعني طبعا هذا شيء يعتبر شيء غير طبيعي وغير يعني ما يمكن حدوثه في جوف إنسان ولكن هذا حدث يعني هذا التي بين يديك قطرة القماش لا تشبه التي في التقرير يعني هل هي أخرى أو أن هي مجموعة كبيرة يا أخي الكريم هي هذه شوفها كلها خرجت من طفلة 14 سنة كل هذه شوفها هذه من طفلة واحدة فقط هذه من طفلة واحدة طلعت على فترات مختلفة وليس في فترة واحدة اليوم اتصلت في أمها بأرسلت لي رسالة وقالت إنه أبشرك إنه آخر قطعة طلعت من البنت ولم يحدث لها مشكلة أدرا شيخ بس يعني لم تفقد بكارتها هذه الفتاة إلى الآن حتى سبحان الله سبحان الله سبحان الله هذا الذي يعني كما ذكرت لك قبل شوية إنه في ذاكرة لن تغيب هذه الفتاة عن ذاك شيخ من ماذا كانت تعاني أو ما هي العوارضة التي كانت ظاهرة على هذه الفتاة؟ لديها تلبس فيها تلبس من الجن والجن يعني يخرج بعض الكتابات والأوراد من داخل حتى تستفرغ بعض الاريقات صغيرة مكتوب عليها إنه البنت هذي لن تتزوج البنت هذي يعني يعني لا بد أن تفعل فاحشة كذا كذا يعني أمور كلها شنيعة والعياذ بالله موسيقى سبحانه الله and the shaykh said that this girl was basically possessed by the jinn so now let's go back and talk about this amazing world of the jinn after basically after the sanctions my brothers and sisters after the sanctions because we need to have some history here after the sanctions that were exercised against the Muslims against the Prophet عليه الصلاة والسلام the persecution that the sahaba have gone through the torture by Quraysh to the Muslims and to the sahaba of the Prophet عليه الصلاة والسلام the Prophet عليه الصلاة والسلام as you may know he went to Ta'if as he was looking for basically people who could embrace the religion of the Islam as he was finding it pretty much difficult in Mecca so he moved to Ta'if trying to call the people of Ta'if and you know the history you know the story of what happened in Ta'if but Allah wanted to alleviate some of the pain on the Prophet عليه الصلاة والسلام as you know he went to Mecca tried to call people you know kicked him out from Mecca he went to Ta'if trying to call people to the religion of Islam people from Ta'if you know they beat him with rocks and hit him with rocks to the extent that he started bleeding عليه الصلاة والسلام they broke his teeth عليه الصلاة والسلام his feet were bleeding عليه الصلاة والسلام so you could imagine the suffering and the hardship that the Prophet عليه الصلاة والسلام was enduring and by the way you know look at you here you know I mentioned the Prophet عليه الصلاة والسلام so many times and I could not hear maybe few of them who were saying عليه الصلاة والسلام and the rest the Prophet عليه الصلاة والسلام says whosoever you know whenever my name has been mentioned and whosoever does not make salat on me he is not generous in fact if you want to be close to the Prophet عليه الصلاة والسلام his neighbor in Jannah those who makes and send the salam upon him عليه الصلاة والسلام so when you hear the name of the Prophet عليه الصلاة والسلام say صلى الله عليه وسلم or عليه الصلاة والسلام so what happened was we were talking about you know the Ta'if and what not Allah subhanahu wa ta'ala wanted to alleviate you know some of the sufferings on the Prophet عليه الصلاة والسلام so what happened instead of humans embracing Islam the jinn on the other hand started embracing Islam the jinn were looking they heard about this Prophet عليه الصلاة والسلام so they went around looking for this Nabi عليه الصلاة والسلام what used to happen before the coming of the Prophet عليه الصلاة والسلام the jinn they used to hear the news from the angels the news you know all angels will be talking that you know Allah subhanahu wa ta'ala will bless so and so with a boy Allah subhanahu wa ta'ala will bless so and so with a wife so they used to hear these news from the heavens and they used to relate those news to witchcrafters you know as people used to believe in witchcrafting so they would go to those sorcerers and soothsayers and charlatans and fortune tellers telling them about you know the news of the heavens and then they would go and then read those news so basically when the Prophet عليه الصلاة والسلام came you know with his message the jinn could no longer hear what was happening on the news from the heavens but there was the news that you know there was the coming of the Prophet الصلاة والسلام and this is in the Quran and also there's a hadith in Bukhari reported by Abdullah ibn